هل يغامر نيتنياهو بالسلام مع مصر؟ وبالطبع يتمسكه ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فلادلفي الذي يمثل الحد الفاصل بين قطاع غزة ومصر؟ هذا السؤال الكبير المطروح الآن محور فلادلفي يقع في أقصى جنوب قطاع غزة وهو جزء من منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 هذه الاتفاقية نظمت في فقرتها الثانية ضمن ما سمي بالحدود النهائية الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح إذ تم تقسيمها إلى أربع مناطق ألف وباء وجيم ودال وقدت المعاهدة في نصها الأساسي بأن تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات تابعة للأمم المتحدة غير أنها تركت تفصيل ذلك إلى بروتوكول إضافي أطلق عليه الملحق الأول وينص على تولي الشرطة المدنية المصرية في المنطقة جيم أداء مهام عادية داخل هذه المنطقة بأسلحة خفيفة لكن حين استجدت ظروف أمنية طارئة في المنطقة جرى في سبتمبر عام 2005 توقيع اتفاق في لادلفي بين إسرائيل ومصر هذا الاتفاق مشاهدين تضمن نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة وتقدر تلك القوات بنحو 750 جنديا من حرص الحدود المصري ومهمتهم هناك بحسب نص الاتفاق تتمحور في منع تسلل العناصر المسلحة عبر الحدود ومكافحة التهريب والكشف عن الأنفاق أيضا وأتحاد الاتفاق كذلك وجود قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشات وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة وتمت الإشارة في نص الاتفاق إلى أن اتفاق في لادلفي لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية ويبقي على حالة المحور منطقة منزوعة السلاح لكن بعد السابع من أكتوبر الماضي بدأت إسرائيل تطويق قطاع غزة من كل الجهات وأصبح في لادلفي أحد أهم المناطق الإسراتيجية المستهدفة في خططها أي إسرائيل وأعلن رئيس الوزراء نيتنياهو في مناسبات عدة ضرورة أن يكون المحور تحت سيطرة إسرائيل وأنه لن ينهي الحرب في غزة دون سد الثغرة في محور في لادلفي إسرائيل تطالب بالسيطرة على المنطقة الحدودية في المرحلة الأولى من الاتفاق تبقى لملحق كامب ديفيد عندما كانت تحتل إسرائيل قطاع غزة بالكامل ترجمة نانسي قنقر